السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بسلام مشاهدين كرام في كل مكان أهلا وسهلا ورحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وآم نسعد ونشرف في هذه الحلقات بضيفنا الحبيب فضيلة أشيخ الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي دكتور عبد الرحمن يا مرحبا أياك والله دكتور رحمنا الله يحفظك نسعد ونشرف بلقاءاتك أحسن الله الله يحفظكم اللهم أمين وإياكم الله يبارك اتكلمنا مشاهدين الكرام في الحلقة اللي فاتت عن لماذا وآم ليه عملنا برنامج وآم الذي يذاع لكم الآن على شاشة قناة الندام ودكتور عبد الرحمن منصور أوضح أننا في الحقيقة في حاجة ماسة إلى الحديث في هذا الشيء وده حقيقة يعني نحن نلمس ما يحدث الآن لبيوت المسلمين ولا حول علاقاتها إلا بالله من أسباب للتفرقة ومن أسباب للخلاف ومن أسباب المشكلات ومحاكم الأسرة تشهد بما نراه بين الحين والآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن علقمة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع عبد الله بمنا فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ذكر الحديث المشهور لكلنا تقريبا حفظينه فقال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج ومن لم يستطع من استطاع منكم الباءة فل يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء دكتور عبد الرحمن كيف تنظر إلى هذا الحديث في هذا البرنامج وآمن لا سيما وأن فضلتك دائما ما تحدثنا عن التأهيل للزواج وأنا كنت سألت فضلتك سؤال من فترة عن الدليل يعني لماذا قليل دكتور عبد الرحمن منصور بيتكلم في قضية التأهيل ويحثد شباب والفتيات على ضرورة التأهيل فضلتك استدليت بعض الأدلة كان منها هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنظر لهذا الحديث ودوره في قضية التأهيل والزواج والوئام في البيوت الحمد لله والصلاة والسلام وعلى محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعده حياك الله أخي الدكتور رحمة وبرك الله تعالى فيكم وردي عنكم وأحسن إليكم وأسأل الله تعالى المباركة في جمهورنا الحبيب جمهور قناة الندهة وأنا تقبلنا وإياكم في عباد الصالحين وأنا نزلنا وإياكم منازل الأبرار أنا عاوز أقول لدكتورنا أولاً أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج مش مش شباب والفتيات المقبلين على الزوج إنما عاوز أقول للأب الأب والأم نعم والأب والأم لهم دور لما يجي ابن الوقت يقول لي يا أبي ألعاوز أتزوج يا ابن تتزوج مين أتزوج فلانا تاب أنت دورت على صفاتها الأساسية دورت على الصفات التكملية تعرف حاجة عن أسرتها عن نسمها الشريف عن العلم النحاة التقارب الثقافي والتقارب الاجتماعي والتقارب المالي والتقارب العمري تفهم حاجة عن الكلام ده لو مثقف ماشي بس هبقى برضو في ظهره طب لهو ما عندوش خبرة هو ما عندوه الثقافة ما أعضرش أسيبه يختل لوحده وإن كان الاختيار في الأصل له إلا أننا سأدعمه هيقال لك دكتور عبد الرحمن عفونا على المقاطعين هيقال لك دكتور عبد الرحمن أنت بذلك تشجع الأب والأم على التدخل في حياة الزوجين وده سبب من أسباب الخلافات اللي بنشوفها الأب والأم هيتدخلوا بقدر كما فعل الصديق رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها لما رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يؤدمها فاحتمت بالنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأب هو بعد زواجها ومتجاوزة مين نعم لسيدنا النبي ومع ذلك أراد أن يؤدبها كما فعل عمر ما حفص لدي الله عنها وأن لها اوعي غرك وتفكر نفسك عائشة بنت الصديق وانت تتعامل مع النبي عزيلا أن عائشة لها قدر معين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك أن الأب ممكن يتدخل ده بعد الزواج بعد الزواج أوه تبتخيأ أنت مش تقرف أن في بعض القضايا لما بعض فيها كمجلس عورفي لحل مشكلة أو أزمة أنا بيبقى غالب تركيزي على الولي الزوجة أنا بقول الرجل ده لو ربنا عز وجل أنطقة ودالها كلمتين ورزعها بنيتين المشكلة ممكن تتحل سبحان الله الزجم ممكن تشل وتحط نعم بتطول يسانها علي وبتعل صوتها علي وبتعمل كذا فأقول له يا بنتي أنت بتعملي ده مع زوجك نعم فأقول له أبوها لو رجل يعمل إيه يوم قايم أنت بتعملي ده مش متربية مع جوزك أنا ربيتك على كده إنقلوني للفين للإسعاف للإسعاف هياخد ده ممكن يحل القضية في الثانية واحد الزوجة هيجري بها عشان يشيله وممكن من بالي يدافع ساعتها لم يجي ضربها الزوج يا عم أنا جبتك عشان تحل الأزم مش عشان تضربها كمان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والله الصلاة والله الصلاة والله صحيح كده؟ نعم فأنا عايزة أقول للأب الكلام اللي إحنا هنقوله ده والله العظيم أكسمه بالله الكلام ده لو تحط نصب أعين كل أب وكل أم هننجي أولادنا من مهالك في حياتنا الزوجين شباب ببقى منجرف بالعاطفة نعم حب البنت سبع سرين في جامعة الحب في جامعة القادرة في شرع الحب والبنت لابسة ميكرو جب نعم فابو يقوله يا ابني البنت دي سكن فيهن فيقوله في المكان فلان اديلي يا ابني العلوان أسأل على الناس فالأب يروح يسأل ده دور الأب نعم يروح الأب يسأل على الناس طرم ابنه قليل الخبرة ما ينفعش يسيبه ويغرقه يروح يسأل ولما يرجع يقوله يا ابني يا ابني انت يعني ده الشارع كله عارف البنت اه يا ابني البنت سلوكية ما تنفعش يقوله يا بابا انت مش واخد بالك دي كت الجامعة كلها ماشية وراها وانا الحمد لله توبتها عدد بتقطع السجادة بكاء من خشية الله ماشاء الله يا ابني مش نافعه نعم الود دماغه وإن لمشيه عاطفة فتودف ستين ده يا وانا بقول لكل شاب والله لو شافت أجمل منك وأحسن منك وأغنى منك هتبيعك في أول أوتوبيس سبحان الله ايوة وهو يصاب بإيه؟ بأزمة نفسية وادخل فضولك تقال لأنه هو لو عشق العشق مرض نعم ولا تمكن إلا من قلب فارغ العشق مرض مرض هنا الشباب بيستسهل الكلمة في قضايا الحب والعلاقة بين الولد والبنت للأسف حتى يعني في الغالب يكون في العلاقات محرمة يعني أن يقول لها أنا بعشائك أو أن زوج يصل بالفعل للعشق هل العشق هنا مرض حقيقة؟ لا لوم على المحب كزوج لزوجته حتى لو قال حتى لو قال حتى لو قال الكلمة بس على شرط ما تشغلوش عن واجب حق ربنا علي حق سيدنا النبي حق النعمة لديني حق وليدي حق لكن العشق في حقيقته محرم العشق في الصورة في العلاقات المحرمة بين الشباب وبين البنات واللي بيحصل ده بلا شك بأن هذه كبيرة لكن بينه وبين زوجته لا حرج عليه إلا يتخلف عن واجب آه يعني ممكن هو قولي هنا هو ده الحب المعتدل بقى مش عشق بقى صح كده؟ لا لوم على المحب وهو أنا أنا هو بقول لي أنا بموت في زوجتي ما تموت فيها حتى إيه لك لا؟ بس ساعة الأثاني أزن وإنت قاعد مع مراتك بتعمل إيه؟ بس كده يبقى إذا ما مضيعش واجب أما اللي بعمله الشباب اسمه إيه؟ اسمه عشق آه ولذلك قالوا قديما العشق يعمي ويصم أو الحب أو في لغة أخرى الحب يعمي ويصم يعني مش شايف الأخطاء الموجودة والناس كلها تكلموا هو مش شايف آه ليه؟ لغلبة العاطفة عند شاب اللي زي ده طب أنا أقول للأب تسيب ابنك يغرق إزاي؟ وقول للأم إزاي تفتح البنتك سكة تتعرف على شاد وتقولي أنا عارف هالموضوع نعم الأب ده ترتور في البيت يعني يوم ما اتضح للأب ودي كانت كارسة من الكوارس اللي عنده في شبرة إن أخ عنده محل نعم بيقول له لو اكتشفت إن فيه ولد بيحب بنتي بقاله تلات سنين ده هو نفس الأخ اللي كان نزلت حضرت يده بتخاني أو غيره؟ لا لا مش هو واحد تاني طيب الحمد لله اكتشف إن بنته فيه ولد بيحبها بقاله إيه؟ آه تلات سنين بنته هو بنته بنت أخ من الإخوة يعني مم فبيقول لي هو قاعد طبعا مش عايزه يقول لي مباشرة هو بيجابي الكلام من طرف خفي نعم فبيقول لي لو واحد صاحبي عنده كذا بس فيه بعض المترادفات من الكلام وبعض الحاجات لما بتتقال وتفاصيل دقيقة جدا لا يعرفها إلا واحد مقرب على الآخر نعم فلا فهمت إنه هو فلا بعمله على إنه أنا مش فاهم خلاص ماشي عشان برضو ما إيه؟ ما سببش نوع من الحرك أو نوع من الضق إليه نعم فقال لي ركتشفت إن بنت بقى ثلاث سنين بتحبي وان وان بيحبك من ثلاث سنين قال لي آه قال لي وامها عرفة وخلتها عرفة وجدتها عرفة اللهم صلى على سيدنا النبي وهو الوحيد اللي ما يعرفش هو ما بيقولش على لسانه هو بيقول لي واحد صاحبي كذا بس أنا بقولك إيه أنا فاهم إنه هو نعم فبقى أنا ثلاث سنين بنته بتحبي وبتتحبي وبتتقابل وبيوصلها وبيجيبها وبيخرجوا وبتفسحوا وقال الأخ ده لما عرف وبتكلم مع امراته قالت له إيه الموضوع يعني إنت خدتني صالونات بنتي مش هلتجو الصالونات لازم تعرفه واضح الكلام شفت الحق بتاع الأمة وصل لفين لازم تعرفه تعرفه إزاي يلمس إيديها وقبلها واحتضلها ويزني فيها وبعدين نجي ساعة الكارسة نقول إيه فينك يا أب فينك يا أب ده في مطحنة في الشارع في الليل والنهار مش كده حاج أمير الأرض في مطحنة في الشارع أنت خوانة أنا بقول لها أنت يا سمعاني يا اللي سايبة بنتك بتصهر على التليفون طول الليل مع الشباب وانت عرفة ده انت حمقاء وجاهلة هتجدي كارسة لنفسك ده ممكن يطلقك فيها وأكسم بالله العظيم لما قلت له خلي الأخ يسألهم في كذا 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 لما رجع إلي أنا شكت بنسبة 90% أنه قد زنى بها لا حاول ألقوة الله بالله من كثرة الاحتكاك والاختلاق من الكلام اللي قال لا حاول ألقوة الله وبعدين قال له صاحبة عاوز يطلقها وهيعمل كارسة هيلم إخوات الذكور وعاوز يمسك الخالة والأم والبنت والجدة يطحنهم قلت له بعد ما يطحنهم خلنا واحدة واحدة هو طحنهم طب مراته ماشي يطحن مراته ماشي طب بنته ماشي يجوز مع الكراهة مع أن التصرف ده مش محمود أوي بس أقول هفترض لو أنفذ غضبة يبقى على مين على الزوجة وعلى البنت طب والخالة ربالي بالخالة هتجيب نفسك كارسة والجدة أنت أقول لا بخ هي يغم علىها خلاص ماتت وادوها على المستشفى وانت السبب ما وقلت ماما هيسيبه أصل الموضوع بقى والنسوات تشتغل في الجانب الآخر دماغ النسوة كده في الغالب يعني بالذات لما بيكون ماشية في المشي البطال اللي زي ده أن تسيب بنتها نقمة مستساغة للشباب يلعبوا بقى كورة وبعد أول ما الشاب يلتأ دخلنا في الجد بقى وبعدين الأب يروح يقول له تعال يا ابني عايز تجوز بنتي؟ آه وبتموت فيها؟ أيوة وهي النفس الذي تتنفسه؟ آه والدم الذي يجري فيه شرايينك؟ أيوة والأكسوجين والنيتروجين وكل حاجة حلوة؟ آه تعال اتجوز ماشي يا عم حاضر حاضر اللغة الجسد نفسها تدل على إنه بقول له إيه؟ ده أنت راجل مخك تعبان أتجوز مين يا عم؟ اللي ماشي بقى بعد تلت سنين ده؟ ما نخدت كل اللي أنا عاوزه أتجوز إيه يا بابا؟ وتتقفل التليفولات وتتغير الخطوط وممكن الولد ببساطة جدا جدا لما الأب بداي يتكلم معاه يقول له بالله العظيمة قطعك في الشارع ولا همني وأم قال عتشارته وقوله له يا منطقة مش بتشوف الكلام ده عالج أمير؟ آه أيوة بقى مش ده واقع ولا مش واقع؟ واقع التيك توك هو عاوز يمشي سكة هو بيقول له ابعد عن دماغي إنت كنت ترطور بقالك ثلاث سنوات ومراتك يا حبيبي المحلية البنت في عيني آه عشان كده بقول لكل أم وإن كان كلام شديد شوية عليها ما تبقاش حمقاء وغبية آه أما يبقى بنتك ماشية هتبدأ تنحرف في ماشي غلط اتكلم بينك وبينها بالمعروف آه وبالراحة وفهميها مخاطر الأمر اللي زي ده طب هتمشي في مشكلة أنت مانديش قدها على طول تصدري الموقف للأب آه والأب يقعد مع البنت ويحاول حد المشكلة يتكلم بالمعروف آه في مسجد محمد يحيى أياما كنت بدي فيه دورات آه جالي أخا قال لي وهو مسلم وصعيدي نعم وانتعارف أن إخوانا في الصعيد له موضع خاص شوية نعم حمية والرجولة والشدة والمواقف ما بتعديش بسهولة كده آه فجاي وعلي على وجهي علامات الغضا والإستيام آه ومحرج يتكلم معاي ففي الأخ الأخوة زقوه فدخل عدتنا وهو الوحيدنا قال حد السبابة وتقول لا والله فقعدنا له وإيه الموضوع عندك؟ هل الموضوع خاص بحد من إخواتك؟ قال له آه على طول كده آه بقى الحرك دايما في الحتة دي نعم يا أم أخوة متزوج قال لي لا قلت بحد من إخواته البلد آه قال لي أنت شفت أن أختي البلد بتكلم واحد بتكلم بتكلم واحد آه قلت له كويس جد ها بيقول لها إيه بحبك وبعشائك وعاوز نتجوز ونقعد في الكوشة ونركب الحصار ونطلع مش عايف نروح فين ونعمل أيوة 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 قلت له طب خلاص إيه الموضوع يعني؟ عاوز تحيل للأزمة؟ قال له آه قلت له أنت على اللي أنت بتقوله ده يستحيل أختك تحكي لك على حاجة عن ده عشان موقفه تعبيراته الشهر آه آه موقفه نعم وطريقته العنف هنا واضح قلت له يا حبيبي اللي أنت بتعمله ده خليك كسرها ببعضه ويمسك اللابتوب برمي في الزبالة ودأدقه بالشومة طب وبعدين حجبت نيفون غيره آه وبعدين أصحابها يسهلوا لها وبعدين ما هي رحل كلية أو رحل معادي آه آه أنا ما أتكلمك في واقع نحن ليش ذائب الجبل بها يا حبيبي هو ده الواقع يا دبي رحمد ده الواقع صح قال له أعمل إيه؟ قلت له تسمع كلامي قال له أسمع كلامي قلت له هاتها الأسبوع اللي جاي آه بس على شرط هتقول لها إحنا رحل لفلال هنقعد نعرضها لو أنت عليه الموضوع وعاوزك في الأسبوع ده تخرج أختك مارسين آه فيعمل لي كده عايز يقول لي إيه يعني؟ مش مقنع الكلام مش مقنع الكلام بالنسبة آه قلت له عاوزك في صاحبها عشان ما تخبش عليك عشان في حاجات كبيرة أنت مش هتبقى عارفها آه فبعد إذنك اسمع كلامي آه والأخ آه ما سمعش كلامي بس جابه آه وهي قاعدة كده وهو قاعدة نكت يا ابني ما تقعد آه تعالى شخطي بقى يعني قلبتي بقى الشيخ عبد الرحمن نعم ما شاء الله تعالى يا أخي الكريمة ما تسمع فيه توقيل الكبير فيه احترام للمجلس عاوز سحلة فقدة لا عض أنا جاي قاعد طلت منها حفظ على أحدك أنا ولا تا أنا وبيني المسؤول أنا وقدم ربنا من يسأل عنها في عدم وجود بالولي لو أبوك قال أنا طيب أقول لك على حاجة تعمل فكرة أنا عاوزها بنتي ممكن بعد إذنك تديني رقم ريري الورامي ممكن بعد إذنك فطبعا خايفا نعم خايفا قلت له معرش بعد إذنك اديني رقمه وانا هتكلمه أودي أخوه أخوك يكلمه ويقول له يا ابن الباب ما فتوح تعالى تزوج أختي نشوف هنا موقفه إيه أنا عاوز أثبت له أثبت للبنت كذب هذا اللي اللي ده واحد ده ذئ ببشري هيكلك وهيرميك نعم أكسمه بالله وربي هذا المال نعم الأخ اتصع عليه قال له أنا فلان الفلاني قال له معرفش حد بالاسم ده هو الاتصال حصل في وجود حضرتك قدامك أيوه احنا في المسجد قال له أنا معرفش حد بالاسم ده يا ابن يا أخو سوزان يا ابن يا ريري يا حبيبي أنا أخو سوزان يا بابا فأنا بقول لك تعالى أنت بتحبها الباب مفتوح اتفضل قال له معرفش حد بالاسم ده نعم والله العظيم جل أسبوع اللي بعده قال له ربناك زيك كل خير التليفونات اتأثلت ومعضاش نعرف عنه حاجة سبحان الله سبحان الله طب البنتي عملت ايه رجعت هي بقى مرأة تقول له ده كان عاوز نعمل كذا وودي كذا ووعدني كذا والبنت ظلت معنا بقى في الدورة مع الأخير ما شاء الله ما شاء الله فالنها العاوز أقوله ويا دكتور رحمة تاب الله عليها سبحان الله سبحان الله نعم العاوز أقول دول خبروتهم إليلة فده محتاج أب يدعم توعية وأم يدعم وابقى عندهم ثقافة أسرية عشان كده لو عاوزين نصل لدرجة الوئام خط الجميل بتاع الأساس حماد أبرو بعيدا وانا مشكوره كذا كان الله خراش حماده عاوز أقول له واقول للجمهور الحبيب عشان نوصل لوئام فلابد ان احنا نؤسس من الصفر نعم كيف نؤسس هنمشي بقى مع حديث التأهيل ونتعرف كده على الفوائد المختصة دي ونشرح بقى في كل لقاء لما نوصل لبيتة الزوية إن شاء الله وتعالى جميل جدا جدا دكتور عبد الرحاني هنا الحباك نصرت نقطتين مهمين جدا النقطة الاتنين محتاجين في الحقيقة أن يفرض لهم لقاءات يعني النقطة الأولى نقطة الفجوة اللي بين الأشقاء يعني فضلتها كنت تحكي الموقف بتاع الأخ وأخته والأخ قاعد بعيد دي فجوة موجودة ملموسة يعني وفضلتها كنت أشرت إليها في ألفة في حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وحراك حتى في هذا الموقف يعني أنا جالي أكثر من نردود ساعتها والله يا دكتور عبد الرحمن بعدها بيومين إحدى الأمهات الفضليات اتصل بيه تبكي قالت لدكتور عبد الرحمن وهو بيتكلم عن زيارة الأب وزيارة الأخ بكيت لأن أنا متجاوز يا ابن لي حوالي 25 سنة إخواتي ما جوليش وأبويا متوفى فالموضوع ده مهم جدا موضوع الفجوة اللي بين الأشقاء كيف يستعيد الأخ مش الزوج بس وزوجته الأخ كيف يستعيد علاقته مع أخواته البنات وأخواته الصبيان والتحذير من هذه القطيعة الرهيبة اللي موجودة الآن النقطة الثانية اللي فضلت لك أثرتها الآن مسألة الأم اللي بتقول أو الزوجة بتقول لزوجها أصلا أنا مش هجوز بنتي جواز صالونات أو العكس الأم اللي بتقول الأم اللي بتقول نعم هنا جواز الصالونات محتاج حلقة يعني هو جواز الشرعية المقصود نعم هو جواز الشرعية بس هو مستعبوه صالونات نعم عشان يقوله بأن هذا أمر معيد المفترض إنه لا مش فهمها لا إحنا إحنا هنفهمك ما حاليس التأهيل إزاي تبقى مجالس الرؤية ما هو هنا بيقول لك يا دكتور عبد الرحمن إن هنا في تعارض شديد بين زواج الصالونات وبين الحب إن زواج الصالونات اللي هو الزوج الشرعي يعني إنه يبقى فيه رؤية شرعية وبعد كده زواج معناها كده إن إحنا خلاص أنا أكتشف البطيقة على من يقول يعني أرعى والحمرة فجأة لكن لو حصل علاقة مسبقة قبل الزواج وبقى فيه حب وبقى فيه تبادل تليفونات وتبادل قبلات في المستقبل وفشانا هيحصل نوع من التفاهم يؤدي إلى التفاهم فيما بعد الزواج أنا هسأل بعيدة عنك أنت يا أستاذ الله يحب أسأل أنا أخونا أمير نعم وهو معايش للشباب زي ما إحنا معايشين للشباب يا عم أمير الشباب العادي حب البنات بقاله ثلاثة أربع سنوات نعم ببقى المقدم عند البنت والولد غلبت العاطفة ولا العقل في تصرفات؟ العاطف مش كده؟ أي إنسان عقل يقول كده غلبت العاطفة فيستحيل البنت تشوف العيوب سبحان الله ولو شافت العيوب والناس كلها شايفاها ضخمة ستهونوا منها على إنها حاجات صغيرة وعلى العكس الشاب كل بيقتلوا شهوته عاوز يسمع كلام تلذز بالحرام وعاوز يسمع كلام جنسي وعاوز البنت تعملوا إيحاءات وعاوز البنت تبقى أجمل مراعاة في الكون عشان خطر أصحابه حتى وإن هو حاول يقنع نفسه وإنها بتصقوم الليل ما فيش الكلام إن شاء الله يا رب كلما قطع السجادة وهي بنت تايمية نعم ما فيش الكلام دا أنا ما عرفش الكلام دا جنب دا مدية تايمية أيوة كده أنا أنا بنقول أهو ما أنا ما عرفش الكلام دا لأنا عرفش الواقع اللي أنا عايشه الواقع اللي أنا عايشه والبنت تقول لي أكسموا بالله العظيم 18 سنة وقالت لي يا دكتور عبد الرحمن هو ما سبنيشا لما خد شرفي لا حاول الله وقالت لي بالله بنت قبل الزواج 18 سنة 18 سنة والله أنا بكيت يا دكتور عبد الرحمن والله بكيت لا حاول الله جدا بدعوة الحب والعشق وهيعيشني مش عارف ايش ايه يا بنت الكلام ده مش واقع. وما جا تناقش مع البلد مناقشة عقلية. يا بنت اللي معاك 18 سنة ده ده لسه طالب في الجامعة في اوائل الجامعة. ده في اوائل الجامعة. نعم. لسه له سنة تانية وثالثة وربعة وعنده جيش وما يدور على وظيفة. يبقى هو اللي هيكون نفسه بعد كم سنة. خمس ست سنوات. من العقلة اللي تنتظر خمس ست سنوات. من العقلة اللي تنتظر خمس ست سنوات. نعم. وفن الام اللي عندها عقلي ولا الاب اللي عنده حكمة يقول لبنتي يا بنتي انت بتضيع زهر شبابك. صحيح. عشان كده دايما نقطة بركز عليها شبيهة ده طول فترة الخطوبة دمار للطرفين. هيتغير رأي احد الطرفين في الاخر مع طول فترة الخطوبة. مع كثرة المشكلات. اه. مع وجود كثرة المشكلات. نعم. عشان كده احنا نقطة راح من العزين نؤسس من البداية. نجب من الاساس تحت. اه. انا مش هبني البيت الثلاث والرابع والخامس. ولا الاساس عنده خربان. صحيح. ولذلك لما انت ذكرت الحديث ده حديث اللي وسعود رضي الله عنه. هو ده العمدة عشان نوصل بلي ويقام. نعم. ده العمدة في التأهيل قبل النكاة. وهنمشي مع الحديث ان شاء الله وتعالى فقرة فقرة. طيب لو نبدأ في الحديث يا دكتور في شرح هذا الحديث الجميل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوتي يا جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فعندما قال يا معشر الشباب اذا لم يكن المقصد هنا الحض على الزواج والعفة فقط لكن كان هناك معاني نبيلة وإيمانية وتربوية كثيرة اخرى. نعم. لو نبدأ تدريجية مع الحديث كيف بدأ عليه السلام. احنا عاوزين نقول له دكتور احمد الاول ناخد المعنى العام للحديث. جميل. هو سيدنا عالقامة ابن قيسي الكوفي رضي الله عنه وارضاه. هو بيقول انا كنت ماشي مع سيدنا عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكانوا ماشيين في منطقة ميناء وهي قريبة من مكة. مم. وده اللي بيابيت فيها الحجيج. نعم. يا رب يرزقنا يا رب. الله. من غير حول منا ولا قوة يا حي يا قيوم. الله مم. فبيقول لسيدنا عالقامة وإحنا ماشيين انا وابن مسعود. قابلنا أبيل المؤمنين عثمار ابن عفان رضي الله عنه. نعم. فشف ابن مسعود هيئته وهيئة الثياب والثياب رفها. نعم. فدلت على انه بلا زوجة. نعم. خلي بالك بسم الفكر العالي بتاع امير المؤمنين عشان نوصل لحاجة. الله. المرأة الصالحة تلمع جزها قبل ما يطع من البيت. ما شاء الله. ايوة. وانا قول دكتور عبد الرحمن صور. سنة يا عم أحمد. محمد. قولو تبارك الله. لكن الله مازق الله. قولو ح về طيب. تبارك الله وعم أمير. لا كده لا ام هاجر جزا الله وخيرا. circularkn اللي بارد فيك. وبارد في كل زوجاتنا يا عمر. الزوجة الصالحة تعميل جدا. بس فاضلتك انا قلت في كل زوجتنا. آي ملا تقولش حاجة. مش في كل زوجتنا كله كله. انا بس يبدو ان كلام اللي lipش الخشرة في عامر صحيح. اللي اللي خشرة في عامر ده حبيبي. وطبعا ده كبيرونا وإحنا باشرينه أروا باشرين يا حبيب قلبي بسيدة عثمان عفان شف كما قال بعض شراح الحديث إن سيدنا مسعود علي الثياب رثة نعم كأنه شعره مش مش متضبط قوي لباسه مش مهندم فده تبدا يعلمنا إيه طيب ده يعلمنا إن الزوجة الصالحة التقية قبل ما زوجها يخرج من البيت بربع ساعة تعلن حالة الطوارئ سبحان الله العيال دي تروح تقعد في قوضة لما بوهم ينزل أنا بقول لها هو اللي بيعيط حطوله ملوم في الشاي ارحميني ارحمينه اللي زي ده يطلع من البيت أنت قبلها بربع ساعة واقفة جنبه هتقول لي هو عنده شلال رباعي في إيده يعني تبا أنا أسألك سؤال أنت مش عاوز زوجك ده يكن لك كما قالت الأعرابية كوني له أمة يكن لك نعم عبدا أنت عاوزك ده معاك وهي اللي وجليل ويحميك ويحفظك وفي نوع من الأمان ونوع من الود وما تحسش أن أنت إلا أميره في بيتك اعمل معاك لا بقوله لك ده نعم ووع تقول لي لما بيعملش اعمل أنت عشان أنت لو قصرت زيه ورب الكعبة تتسألي في الآخرة خليه يسأل لوحده اعمل اللي عليك نعم أدي ما عليك وخليه هو الظالم وأنت المظلومة وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم نعم فلما شفوا بالهيئة الرثة دي قال آآ لعله فقد زوجتها يبقى أنت ما يجي الجوزك يطلع برا برا الشارع يبقى حضرتك أول ما يجي يخرج يقول لابس لبسي نظيف يا بني أهل ده ما أخذوا زيناتكم عندنا كل مسجد نعم الشرب مناسب للنبسه في رجليه والأمص مناسب للبنطلون والبنطلون مناسب للجاكت هو مش عارف إيه لا أي والله يا دكتور رحمد والله أول ما بشوف حد من إخواننا عليه شيء من الجمال والبهاء بالذات زي بتوع الصعيدة كده الله مبارك أدعو للزوجة بالبركة أدعو للزوجة بالبركة ماشا الله صح أم أمير ولا إيه أيوة شفت تعجبني أنت ماشو وراي وخلاص بتحبيني يعني وأخذ ذلك زك الله خير أدعو بالبركة ليه آآ طبا هو هيقابل الناس في مجتمع صحيح مش كده طيب افترض بتشتاكي إن سينانو فيها البخ أو ريحته عرق أي حاجة أي حاجة بيقولوها نعم تب ما تساعدين حالة ده هاتلوا جوزي العرق هدية آآ وهاتلوا فرشة هدية ومعجون هدية وسواك هدية ومن فلوسه برضو ضباني من فلوس البيت وهاتي منها يبدو أنها محلولة يعني دميل يعني أنا عاز أقول الزوجة تساعد آآ والزوج نفسك ريلا ما تيجي الزوجة تطلع برة هو شدة عليك ملابسك اوعي يظهر منك حاجة أنا عارف أنت تقية وصالحة ودينة ولكن ده محبتي لك نعم عشان ما يديأش برضو عليها الخدمة فالمهم لما سيدنا عثمان بن عفاد أبيل المؤمنين شاف عبدالله بن مسعود وقد حصل فيه كده نوع من التغير واستشعر أنه قد فقد زوجتك فقال له سيدنا عثمان ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك الله أكبر الله أكبر بعض ما مضى من زمانك داري عاوز حلقة الوحيدة كلمة دي بيكلموا عن فوائد النكاح أن الرجل ممكن يكون عنده تسعين سنة ما شاء الله وأو الماء تزود يرجع كأنه شباب سبحان الله يضق الدم في وجهه وتبدا بدأ يتبسط وبقى سعيد وبقى فرحان وبدأ يطلع كرش والدولة بقت حلوة والله يا دكتور عبد أذكرت بس موقف أحد أصدقائنا اللي محبون في الله سبحانه وتعالى رجل فاضل من ضباط قطم سلح ودعاني كده كان في خروجة أو شيء فقابلته فقابلته هو ما شاء الله عنده حاجة وستين وضبط معيش ففوق الستين فلقيته ما شاء الله لابس تي شيرت وفوق قميص مفتوح وعمل شعره وكده معاً شعره أبيض ما شاء الله فأنا استغربت جدا هذا ليست طريقته يعني أنا عرفه من سنين قلت له إيه اللي حصل إيه الموضوع فقال لي تدوجت أنا قلت ممكن يكون عريس فعشان كده لسه إيه أول يوم وتاني يوم فقال لي تدوجت محوالي سنة لكن ظهرت عليه العلم حظي يقول يعني يبدو أن الزوجة ما شاء الله التي رزق الله نعم نعم يعني يبدو أنها زكية ما شاء الله اهتمت به صحيح ظهر والله كأنه فعلاً في الأربعينات أو في السلسينات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لو خرجت خروجة فيها مندي ولا حاجة أنا ولا يستاذ أبيل على رأس القائمة حاك وعدتني أنا وحضرتك وشيخ أشرف عامل حاضر وياخد أخونا أمير معي حاضرتك اللي هتعزمنا على رأس من فوق لاب أنت وسل موعد وعلى رأس من فوق انا جاهزين انا جاهزين انت فغرة انت فغرة اللقاء القادم إن شاء الله بإسم الله دكتور الله يحفظكم حبيبا دكتور نصدر فع قدرك كنا فين طيب نعم وصلنا إلى أن سيدنا عثمان تذكرك بعض ما مضى من زماني يعني عاوز يقوله ترجع لك نشاطك وحيويتك وقوتك وشهوتك نعم سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يعتذر لأمير المؤمنين نعم فقال له يعني هذا المطلب يوجه للشباب نعم أنا رجل خلاص يعني خدت كفاياتي من العمر نعم فقال له هذا المطلب يوجه للشباب وليس لأمثال ابن مسعود من الشيوخ نعم وعند كله بقى الحديث قال فإني سمعت النصر على صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب بان استطاع منكم الباقة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج طيب تعالى ما دكتور رحمد لو أنت قرأت كده مش هنا مع الرواية نعم عندنا فوائد من قول سيدنا على القمة لما بيقول كنتم عبد الله فلقيه عثمان بمينة نعم فقال يا أمى عبد الرحمن إن لي إليك حاجة في بعض الروايات فاستخلاه وبعض الروايات فخال به عثمان يعني هم كانوا ثلاثة سيدنا على القمة وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عثمان بن عفان فأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان حب يسر لسيدنا عبد الله بن مسعود بما يخص مسألة الزواج نعم فما بداش يتكلم مع أمام التابعي الجليل سيدنا عالقمة نعم دا يعلمنا فائدة عظيمة جدا وهي ما قالها أهل العلم استحباب في استخلاء سيدنا عثمان بسيدنا بن مسعود دليل على استحباب الإسرار بمثل هذا الكلام وده هنا لا يقع تحت طائلة لا يتناجى ستنان دون الأخ هيقع تحت الطائلة دي بس فين فين ستناء وده الفائدة الثانية سبحان الله بس الأولى بقى جزاكة الله وخير نعم الأولى قال إيه دليل على استحباب الإسرار بمثل هذا لأن هذا مما يستحيى من ذكره بين الناس يعني إيه أنا الوقت افترض أن ده حد من أصحابي قال لي شوف لي زوجة نعم أو حد من الشباب اللي معايا في الدورة قال لي شوف لي يا زوجة فاجأ قدامي الناس وهو قاعد يا أحمد إيه كده بيقول له إيه شفت لك زوجة وقعدة كده كده وبيعمل لايك وبيعمل كل اللي قاعد ماشا معاك يا عم صح؟ ناس يعمل شير تبقى لهم الأوضح أنا أسأل ما سؤال للجمهور الحبيب ده والناس الطيبة دي نعم هل الناس قلوبها كله صافي؟ لا طبعا في المحب والمبغض صحيح صحيح وفي المريض المريض نعم صاحب القلب والكارم والحاسد نعم واللي قلبه طين وبعدين ده في حاجة أعجب احنا في زمن تدنت فيه الأخلاق ربنا رجعنا إلى دين نعم فممكن شاب قاعد يسمع المواصفات ويبدأ يدقق مع صاحبه وبنتي من دي في المكان في اسمها ايه عاملة ايه وممكنه قاعد يكلمهم وانه رح يخطبينه فلانا نعم أي والله العظيم وانا في الدورة في أحد المساجد أحد الشباب قال لي كده قال لي أكسم بالله كان حد من ولاد العمومة وانا قاعد مع صحابي قال له أتكلم قال له اتكلم قال له ده أنا جبت لك عروسي صفاتها كذا 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 قال له فيه قال له ده جنب الجامع الكبير من تشفلاني فلاني قال له أعرفتها والتاني بيعمل ايه بيسجل نعم قال لي أكسم بالله الليلة التانية كان الأخ ده رح يخطبها سبحان الله شفت أنا عاز أقول لك على عدم الوفاء فسيدنا عبدالله عثمار بن عفر رضي الله عنه علمنا الفائدة دي مع ان سيدنا على القمى جانبه مأمون ولكن بيعلمنا احنا نعم من بعدهم ان ده يستحب في مصر هذه الحالات ان احنا نسر بهذا الكلام ما نعودش نعم الفضح وده من الناس وابدا أقول له ده أنا شفت لك عروسة كده وصفاتها مش عارف ايه لعلك تحسد بسببها سبحان الله ولعلك أصلا ترفض الزواج صلوات طويلة بسبب ان حد قد أصابك بالعين وهنا دكتور عفو نقطة أخرى شفتها من كلام فضلتك مع سيدنا عثمان رضي الله عنه ان ما يفعله الدكتور عبدالرح منصور وإخوانه ممن يقومون بنفس هذا الجهد في الإصلاح والنصيحة والتأهيل إذن هي سنة من سنة الصالحين فهو عثمان رضي الله عنه يسعى لتأهيل صحابي جليل ولكي ينظر في طريق سعادته رضي الله عنه إذن الوضوع كان مهم ما بيدل على مواساة الصحابة بعضهم لبعض وإن الإنسان يشفع لأخيه الكلمة التي تقال عند العامة وتقريبا للأله شارون وربنا خدوا خلاص طب الحمد لله رب العالمين خارجة مخلدا فيها إن شاء الله عشان هو ما أعمل نعم هو كزيلك صحيح يقول لك يمشي في جوازة ومتشيش في جنازة ومتشيش في جوازة مين يا عام اللي قالت كلامنا اللي انت ما تقوله لأ نعم مين يا عام اللي قالت كلامنا أنا أنا عندي قيد في الحيط تاني أنا أمشي في زواجة إذا كان الشب مؤهل للزواج وإذا كان البنت مؤهلة للزواج مش مؤهل للزواج ولا عرفك أحد المشيخنا في قناة النذا أرسل إلي شاب في مسجدي والشاب قال لي أنا جالك من طرف الدكتور فلان نعم وكان دكتور من بور سعيد نعم شاء الله فجالي الأخ قال لي أنا عاوي الزواجة نعم فهو لما أكلم الشيخ قال له نروح للشيخ عبد الرحمن فالأخ جالي قعد معايا فقلت له طيب انت جاي تتأهل للجواز ولا جاي تتجوز قال لي تجوز قلت له طيب ما فيش مشكلة انت دخلت بيوت أخوات قبل كده قال لي أنا دخلت قلت له في المجلس العرفي في المجلس وانت بتتكلم مع البيت وتتكلمه في إيه قال لي أمور عادية قلت له خصي إيه طيب لأن الأسئلة التي تطرح لها سبعة جوانب نعم جوانب نفسية جوانب مهارية أخلاقية عقدية إيمانية صحية جوانب قد كده فهو مفكر ان الموضوع إيه أنا أعت طيب قلت إيه يا بابا فلقيت الأخ أبيض سبحان الله قلت له رجع للشيخ قل له قيد يا عبد الرحمن منصول وده شرط لا يستغنى عنه ويستحيل ان أنا أوافق أسما أحد في جواز إلا على الشرط ده تفضل معي في الدورة هنا لما أهلك للجواز ونشوف لك أخت تتجوز الأخ غاب شهر ورجع تاني فأما رجع قال لي أنا جاي من طرف الدكتور فرق قلت له ما أنا عارفك أنا عارفك حبيبي أهلا وسهلا أنت روحت فين قال لي والله أنا دخلت بيتين وما نفعتش ما نفعش الموضوع ما مشهاش يعني قلت له طيب ما فيش إشكال تسمع كلامي لله قال له قلت له ده ما أنا عند قيت وهمش معك في الجواز قال لي إيه تروا إفضل معي شهري بس في الدورة الشهري هنا في الأسبوع يوم يعني كم لقاء أربع لقاء أربع لقاءات وفي الأربع لقاءات كل الشباب اللي كان جاي عشان يتجوز كسرت له موضوع الجواز ده سبحان الله والله العظيم تروا مشهيفة تتجوز عشان الأسباب الآتية واحد اثنين ترات اربعة خمسة المرأة بتفكر بطريقة وإنت بتفكر بطريقة المرأة بتحب بطريقة وإنت بطريقة المرأة بتتعامل مع مشكلتها بطريقة تختلف عن مشكلات الرجل فيا حبيبي مراتك دي لا هي أمك ولا أختك ولا أبوك ولا حد تعرفه فلازم تعرف الكتالوج بتاعها عشان تعرف إزاي تتعامل معاه بدل ما تجننك هنا سيقال الدكتور عبد الرحمن لماذا لا يشجع الشباب على الزواج بدل من أنه يصرفه عنه طيب أنا الوقت شجعت شاب غير مؤهل للجواز زي شاب يقال لي شافني ماشي في الطريق فقال لي بعد إزاك الديني مفتاح العربي قلت لنت بطريقة يسوق قال لي لا بس أنا 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 عند مهارات تبير كبير أموخيطنا ونزلنا في التلعب يا رب سلم أنا كده أصبت فيما فعلت ولا أخطط أنا أخطط ليه أنا مدنونة مديني مفتاح العربي وأنا عارف أني ما عندهش مهارات القيادة طب واحد زي ده ما عندهش مهارات التعامل مع الأنثى وهي ما عندهاش إلا مهارات الطبخ واللانسز والميكا أجاوزها إزاي دي يا عم أمير أجاوزها إزاي دي أليس الطبخه كافي والتيك توك ليس الطبخه كافيا ده مهارة مهارة ينبغي مهارة الطبخ برضو أهل القرى متعلمين الخضار واللحوم والأسماك اسبر علي بس الفهيتة والشاور ما بيعملوش إلا نادرا وأهل المدينة بيعملوا الحاجات والنواشف ما بيعملوش الحاجات التانية أنا فعلي ناولا دا أنا عاوز أنا أم أقول لي زوجتي بعد إذنها أنت محسوب على شبرة يا دكتور ومحسوب على السجوء والسجوء 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 أصبر يا بتاعقينة إعنا بنحب الخضار يا زينا بنحب نغمس وأنا كذلك أنا كذلك أنا تربيت في القرية 25 سنة ما شاء الله من قرى المنصورة بعم من سيويد مركز كنس النقالية الله أكبر فأمي علماء أنا بعرف أطبخ ده أنا حضرف طبيق ما شاء الله تكسبوا بالله ما شاء الله الحاجة اللي نراصل لنا للف محشي عمانير ما شاء الله وبعد كده أخشي على الشيف عبدالرحمن منصور اللهم أمين لا إحنا جاهنا نعمل بالنامج مقابا أبشر أبشر الله أعاوز أقول سيدنا أنا محتاجة أختم للعزب الجديد تختم إيه إن شاء الله تختم الحلقة تختم الحلقة أي نعم إيه عم من رأيك في الكلان ده طيب طيب أنا عايز أقول كلمة واحدة عشان ننهي اللقائي عليك ربنا يبارك فيهم جميعا وأنا سعيد جدا من اللقائي الله يحفظك دكتورنا الحبيب أنا عاوز أقول إن إحنا لو عاوزين نوصل إلى ويام لابد إن إحنا نؤسس من البداية واللقاءات التالية اللي إحنا نعملها أول عشر لقاءات ده مش خاصة بـ مش عاملها للشباب المقبل على زواج ده أنا عاملها للأب والأم والأق والأخت والجد والجدة وللأولاد عشان أولادنا نحفظهم من الوقوع في براثن الرزيلة وفي المشكلات الأسانية ونوصل لحال الطلب آخر ما أقصي به الشباب افترض بكم أمك منفضين لحد بيدفعك لدورات ولا قرأة كتب متخصصة ولا دورات ولا الكلام ده فر من الاتنين فرارك من الأسد اجري تعلم هل التعلم والثقافة دي هالجبلية نتيجة مرجوة أو رب الكعبة نعم ورب الكعبة يتعلم علم شرعي لازم يتعلم وبينه التأهيل يدخل في ذلك يا دكتور أحمد أقصد يتعلم علم النفس الأسري اللي حين نشرحه ده نعم والكلام ده سيأتي إما بوسيلة القراءة في الكتب المتخصصة وإما باستشارة أهل التخصص وإما بسماع حضور الكرسات والدورات وإما بتفرغ اللقاءات اللي زي دي من على اليوتيوب ويقعد يسمع اللقاءات واستفيد منها وبعد كده بنساعدهم في مسألة الزواج جميل جميل ما شاء الله الله يسعدك دكتور عبد الرحمن منصور الجزاك الله خير رضي الله عنك اللهم أمين حقيقة هي لقاءات مهمة زي ما قال دكتور عبد الرحمن مش بس للمقبل على الزواج كشاب وبنت لأك حتى للأبوين ليجيد دفع الدفع بابنه أو ببنته بابنه أو ببنته للدأهيل وكذلك لكي يتعلم هو كيف يتعامل مع بنته المتزوجة أو المقبلة على الزواج كيف يتعامل مع ابنه المتزوج أو المقبل على الزواج وأنا حقيقة أثمن جدا كنت في زيارة لأهلنا في الصعيد الله يحفظهم جميعا أهلنا جميعا وأحد الشباب دكتور عبد الرحمن ربنا يا بيرك في عمره شاب جميعي جاء لي أنا عاوز كتاب للدكتور عبد الرحمن اسمه الأربعون الأسرية آه آه والله فقلت له ليه فقال لي أنا سمعت الدكتور عبد الرحمن بيتكلم عن التأهيل وأنا محتاج فأثمن هذا جدا أن يقبل الشاب في هذا السن الصغير وحتى هو في الجامعة حتى لو هو بالزواج لسه مؤجل شوية يبدأ يقرأ يبدأ يتعلم يبدأ يذاكر يبدأ يؤهل إلى ذلك عشان يقدر يدير البيت وينجح في تحقيق هذا الوئام بينه وبين زوجته نجاح إدارة البيت هو نجاح في أعظم مشروع في حياتك هو المشروع اللي هو بيجعلك آه مؤهل لعبادة ربنا سبحانه وتعالى بشكل سليم مؤهل لإخراج جيل يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى ويكون جيل سليم خالي من هذه التشوهات الفكرية والأخلاقية والسلوكية ومن الآخر ذلك منكملين معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في برنامج وآم في حلقات جديدة ومتجددة دوما تأتيكم على شاشة النبى سألين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ودكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن صور توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام